حبيب الحلوين أخباركم إيه؟ جايالكم النهاردة بملخص من أيام الزمن الجميل مسلسل ناس كتير شافيته قبل كده وبيحبوه جداً لحد دلوقتي ولو انتم منهم فأتمنى ملخصنا يعيد لكم ذكريات حلوة ولو ما شفتوش المسلسل قبل كده فتعالوا حكيلكم قصته إيه مسلسلنا بيتكلم عن بوكجو بنوتة بتتضرب على رفع الأسقال منه هي صغيرة بسبب إن أبوها رفع أسقال معتزل وعنده دلوقتي محل فرخ مقلية جامد جداً لكن هي قررت تمشي على خطاه وتحقق أحلامه وبقت بتحب الرياضة دي في الآخر وعلى الناحية الثانية عندنا جون يونج من أجمد السباحين في الجامعة ومعروف بكونوا نمبر وان طول الوقت لكن بقالوا فترة بيستبعدوا من المسابقات لسه منعرفش ليه وفي يوم عادي جداً من التدريبات بتوع رفعين الأسقال والجاري بعدها الكوتش بتاعهم قالوهم يروحوا يشيلوا كراسي للقاعة الكبيرة في الجامعة عشان في حدثها يحصل وفي نفس الوقت بطنة جون يونج كان عنده مسابقة مجرد ما طلع عشان يستعدوا أن ينط في المياه نفسوا بدأ يديه وقلبه بيدق وداخ ونط قبل السفارة فتم استبعاده تاني وفي قاعة الجامعة بوكجو وصحابها الاتنين كانوا شايلين الكراسي ودهروا مهاية قتم ولقوا الحرابيء بتوع الجنباز بيتدربوا هناك واللي معروف ما فيش بينهم توافق أبدا عشان فرق الأحجام والتنمر بس بنتنا كانت بتكبر دماغها لحد ما واحدة منهم حدفتها بالكرة فراسها وقررت تعرفهم مقامهم وتخوفهم بيها قبل ما تحديفها لهم تاني ولو فاكرين الحربوقة هتتلام فهي ردتها لها وكعبلة بوكجو هي شايلة كراسي ووقعت بيهم وكل كان بيتحك فكانت طلعا مقاريفة ومش طيقة نفسها واسحابها بيحاولوا يهونوا عليها فالمقالبازة كيوت قالت لها خدي سجقايا دي هون على نفسك بيها يا أجمد واحدة في تيم رفعين الأسقال ولسه بتفتحها وتحطها في بقاها ما لحقتش تتهن عشان جون يونج كان جايب البسكليتة بتاعت وخبط فيها ووقعوا هما الاتنين فقامي اعتذر لها وبصلها جامد وقال لها معرفش ليه حاسس اني شفتك قبل كده بس صاحبتها المقالبازة دخلت في النص وقالت له أكيد دي وشها في كل حتة عشان بتكسب مدليات زهبية كتير وقبل ما يمشي قالت له بكل ما فيها من كياتة بقولك لمؤغزة هو أنت بتحب ميسي؟ إيه السؤال الغريب ده؟ دالواد ما عرفش يمطق فقالت له اتكل على الله وهو اتكل وهي شرحت لأصحابها أن البنت اليومين دول لو عايزة تبين للولد إنها معجبة به تفاهموا إنها مهتمة باهتماماته وطبعا الرجالة بتموت في الكورة فاسألي لو بيحب ميسي بصوا هي عندها وجهة نظر تحترم بس يا ريت ما تتكلميش تاني بقجو بقى بعد ما الواد ميشي لقيت على الأرض مكان ما وقع منديل قماش لونه بيش كده أخدته معاها عشان لو شفته تاني وفي سكن البنات اليومين دول بتوع الجنباز لحظوا إنه هدومهم الداخلية تتسرق وفي يوم هم بيحطوا الغسل بالليل بعد ما طلعوا في واحد وشه مش باين فتح الغسالة وأخد منها حاجة واختفى جون يونج بقى كان بيدور على المنديل بتاعه في كل حتة ومش لقيه وشكله إنه حاجة مهمة بالنسباله عشان رجع مخصوص البيت يدور عليه ونم هناك وتاني يوم الصبح أخوك كبير قاله تعالى وصلك ومرضيش وراح بنفسه على التدريب في اليوم ده بقى بوكجو لحظت إن حاجة من هدومها ضائعة ودي مهم عشان كسبت بيها مسابقة قبل كده وعايزة تلبسها تاني المرة الجاية بس دوروا في كل مكان ومش موجود فشكوا في بنات الجنباز وراحوا يفتشوهم لكن الحربؤات مروديش يخلوهم يفتشوا قوادهم فاتخنقوا هو واحدة فيهم مسئلة إنها تعورت وبكشوا السبب فالمدربين بتوعها هزقوها وقالوا لها تروح تعتزر وراحت بس ده وجع كرامتها السيجة فطلعت هي واصحابها الاتنين يشربوا فوق سطح السكن في الخباسة في نفس الوقت ده صاحب جون يونج ما كانش مبطل زن عايزه يخرج معي لعبه من غير محد يشوفهم وقرروا ينطوا من الشباك بس كان وقت غير مناسب خالص عشان بعد ما بطلتنا واصحابها نزلوا من على السطح كانوا هيتقفشوا فاستخبوا في قدة الغسيل لكن شافوا واحد غريب وطلع جري وراه هرب منهم وبطلنا كان لبس شبهه شوية فبوك جو مسكت فيه وقالت هو ده السافل اللي بيسرق الهدوم الداخلية بتاعت البنات والله ما هسيبك لكن بعد ما ودته لمدير الساكن قال إن الودة محترم ما يطلعش منه الحاجات دي بس هيتعاكم لكن بوك جو ما كانتش مسدقة وقعدت تشتم فيه وقالت له مش هرجع لك المنديل بتاعك بس هو فضل يقولها إنه منديل مهم رجعه لي وقالت له لما ترجع لي حكتي هرجعه لك يا قليل الأدب وفضله على الحال ده كم يوم هو وراه يقولها رجع لي منديلي وهي تقوله لما ترجع لي حكتي الأول لحد ما في مرة كانوا بيرجعوا كراسي من القاعة وشافوا واحد من اللي شغالين في الإدارة لبسها وعرفوا إنه هو السافل اللي بيسرق الهدوم واتقبض عليه وده معناه إنها كانت ظلمة ابننا الغلبان يومها برضو جالها زميلة في السكن جديدة اسمها سيهو ودي لعبة جنباس كانت متأهلة إنها تنضم للفريق الوطني بس رجعت تاني معروف إنها متقلبة المزاج والعيشة معاها صعبة فالله يكون في عونك يا بنتي المهم بنتنا كانت حاسة بالزنب وأخدت المنديل بتاع جون يونج وغسالته وكويته ورحت تدهوله بس لما قالت له إنها غسالته تعصب عليها وتخانق معاها وبالغلط وقعت في البسين بتاعهم وهي ما بتعرفش تعوم فاضطر ينزل يساعدها وهنا اللي اتنين جالهم في لاش باك زمان جون يونج كان صغناً في نفسه كده وعبيت وفي مرة جيري عكس اللي اتجاه فيه مصابقة والعيال كانوا بيتنمروا عليه لدرجة إنهم زقوا من الشباك بالغلط بس الحصن حظه بوكشو وهي صغيرة كانت مقلبزة وقوية ولحقته يومها المهم بعد ما بيساعدها تطلع من البسين بيحدف عليها فوة تنشف شعرها وبتستأذن عشان تخلع بس بينادي عليها وبيقول لها يدخينة أتاري كان بيناديها كده وهم صغيرين وقعد يقولوا هل أنت كبرت كده ليه اتفكرت كتبي أدخن من كده لما تكبري وخلاص مشيت بعدها بس فضلت حاسة بإحساس مش حل وكان ده في محله عشان من بعدها جون يونج رايح جاي كل ما يشوفها في حتة ينادي عليها ويقول لها يدخينة أخبارك النهاردة ولأكشانها بيدحكوا كل مرة لحد ما مرة منهم كانت عند شلال صغير بيحدفوا فيه فلوس ويتمنوا أمنية وشوفها هو وصاحبه برضو ونادى قال لها ازايك يدخينة وقررت توقفه عند حد وقالت له ما تقوليش كده تاني عشان أنا مش نفس الشخص يعني فياردت تلم وتفكك مني فقال لها حاضر من عناية يدخينة فهي قالت له اوكي تعالى كده اما قولك كلمتين بيني وبينك وبعد ما قاعد يدلع رحلها ورزعيته بالروسية في دماغه وقالت له خلي بالك عشان أنا بضرب الرجالها عادي جدا ياردت فكك مني وسبته ومشي لكن هو برضو فدلي نادي عليها ويقول لها يدخينة مش هتعرفت خلاصي مني وما كانش مدايق انها ضربته أساسا شكلك كده واد مهزة وبتحب تاخد على دماغك المهم في نفس اليوم هي راحت تساعد أبوها في المحل وتوصلت طلبة ديليفري وابننا كان عازم صحابه على فراخ وبالصدفة وصلت لهم وهو حس انها تعبانة وشقينة في الحر ده فلازم يخليها ترتاح وقال لها هجرب الأكل وبعدين هتفع قاعد يشربيه لك بقق مياه ولا حاجة فهي فكرته معهش فلوس وقالت له على حسابي دي ومشيت فرح يدور على المطعم بنفسه لما معرفش يوقفها ولما وصل لقاها بتدي أبوها الفلوس وبتقول له يرتاح وعرف إنها بتساعده مش أكتر وإني يا سلام على البنات الجامدة البرة بأهلها فتاني يوم راح مع أصحابه المطعم وطلب أكل كتير وهو بيحاسب إد أبوها فلوس مبارح وقال له أصل ما كانش معايا فلوس من أسبوعين ثلاثة وانت أكلتني على حسابك يا عم سلام بقى دلوقتي وطلع من هناك طيارة وهو راجع السكن شاف سيهو اللي طلعت الإكس بتاعته بس شكل علاقتهم خلصت بطريقة مش حلوة عشان هي بتقول له رجعت لإنك وحشتني بس هو قال لا بلاش استهبال سبيني في حالي أنا عايش حلو اليومين دول وسبها ومشي في الوقت ده كانت بوكجو والفريق بتاعها راجعين من تدريب وهفتنين لكن الكوتشات بتوعهم عارفين إنه مخصوم من الميزانية بتاعتهم عشان بيأكلوا كتير وحسوا بالزنب لما ما خلهمش يأكلوا فالكوتش الكبير قال لهم بينا على مطعم أبو بوكجو ومش هنموتكم من الجوع وبالليل جون يونج رجع البيت وكان بيهزر مع مامته وبابا اللي عندهم صيدلية بس بعدها دخل قطه وحط في الدرج المنديل لبوكجو وكانت غسلهوله وطلع كروت بريد كده ومكتوب عليها من أمك قال لا أم المين طنت اللي بره دي المهم إن بعدها راح يتدرب صباحة مع أخوك كبير اللي أجمد منه حبتين وقعدوا سوا شوية بعدها تاني يوم أخو ده راح عنده الجامعة وكان قاعد مع الدكتورة بتاعتهم هناك بيقول لابا فكر أخلي جون يونج ويروح لدكتور نفساني عشان مش حسه كويس اليومين دور وهي وفقته الرأي قبل ما يدخل عليهم ولما طلعوا الأخين سوا أخوه عرض عليه الفكرة وهو قال ما يدر إشان ما نجرب وكانت بتمطر يومها فبطنة دالو الشمسية بتاعته وقال له هاخلعانة عند تدريب روح شوف حالك في نفس اللحظة دي كانت بوكجو ماشية في المطر ولقيت إعلان عن طرابيزة ضاعة كانت لسه شايفها في بيتهم من يومين عشان أبوها لما بيشوف حاجة في الشارع عجبا بياخدها وهو ماشي عادي فشالتها على قلبها في المطر وراحت ترجعها وفي الطريق واحد وقف جنبها بشمسية وقال لها ضميري ما يسمح ليش أسيب واحدة ست في المطر شايل حاجة إلى كده وعرض يساعدها والجنتلمان ده كان أخو جون يونج بالمناسبة فشالت طرابيزة منها ووصلها لحد المنطقة ودها الشمسية وخلها تروح بيها وهي فضلت طول الوقت تفكر فيه حب من أول نظرة ده ولا إيه وتاني يوم شافته في الشارع بالصدفة تاني وقررت تمشي وراه لحد ما وصل شغله وعرفت إن عنده عياد التخصيص وإنه دكتور فحست إنها فقدت الأمل ده دكتور يعني صعب توصله لكن طقت في دماغها ورجعت تاني وأخدت استشارة ودخلت له وهو عرفها على طول وقال لها تقعد بس هي كانت جاية وفي دماغها هدف واحد بس عشان كده حدفته بالايكونيك وقالت له بقولك يا دكتور إنت بتحب ميسي؟ إيه اللي حصل لمساء الخير؟ أخبرك إيه؟ إيه؟ أي حاجة من دي؟ المهم الراجل رد فعله كانت زي رد فعل أخو بالزبط تمنح ومعرفش يرد فبدأوا الكشف ولما طلعت من عنده اكتشفت إن فلوس لعلاج هناك غالية جدا وعايز عليها مبلغ وقدره فراحت جاري على مطعم أبوها وجون يونج شافها في الطريق وقعد يضحك على جاريتها ويقول عليها كيوت والله وإنت اللي كيوت يا ولد إنت المهمة راحت هي لقيت مطسك لأبوها عطلان وبيدبسه ببلستر عشان معهوش يجيب غيره فحست بالزنب وخلاص صرفة نظر لكن طول الوقت في الجامعة بتتخيل بالدكتور جانج وهو بيقول لها تروح تسجل لحد ما كانت هتتهبل أو ممكن نقول تهبلت خلاص سيهو بقى اليومين دول مش مظبوطة في التدريب خصوصا من ساعة ما رجعت والمدربة بتاعتها عرضت عليها تروح تاخد كرسي فروسية في الأجازة بس لما راحت تعرض على أماها الموضوع سمعتها وهي بتتخانق مع أبوها عشان معترض على كونهم بيعين اللي وراهم واللي قدامهم عشانها وعشان فريق الجنباز بتاعها ده أما بوججو فجالها فرصة جامدة عشان الجامعة عملت للرياضيين مسابق التسلق جبل اللي هيوصل الأول هياخد مبلغ مالي محترم قد اللي هي عايزة والزيادة فكانت بتطير مش بتتسلك الجبل بس وشافها جون يونج اللي كان بيحاول يهرب من الحوار ده لكن راح وراها ولما شافها بتحاول فدل يشجع فيها بس في الحقيقة كان بيضايقها ووقعت كذا مرة بسبب ودعب طالها شوية ولما قسله قمة طلع فيه كتير فوق فتضايقت وتعصبت عليه وقالت له يبطل يتصرف كأنهم صحاب وهم مش صحاب خلاص عدى سنين على لما كانوا سوا في المدرسة وفدلت قلبة وشها لحد ما صحابها شجعوها يروحوا ياكلوا ويشربوا وصحبتها المقلبزة وهي سكرانة فدلت تهز فرصها وشعرها دايق رجالة وراهم فقاموا يتخنقوا معاهم مش هتموها هي وصحابها وكانت هتضربهم بس لمت الدنيا ومشوا التلاتة متضايقين بس جون يونج كان هناك وشاف اللي حصل وقرر ما يدخلش لحد ما الرجال اتكلموا وحش عليهم تاني فنزل رزعهم وضربهم وطلع يجري هو وصحابه وفي الطريق قفش في بوجه ويستخبوا وجريوا سوا وبعد ما اخدوا نفسهم ووقفوا يتكلموا شقرته عشان ساعدها وهو قال لها ما عملتش حاجة عشانك بس بالعقل كده بيجري من نفس الرجالة اللي دايقوها اكيد عمل حاجة وبعدها قالت له بس انت شخصتك تغيرت خالص عن زمان كنت كسوفة وما بتنطقش دلوقتي ما بتفصلش واكي الدماغ اللي جابوني راغي بس خلاص صافيا لبن دلوقتي وممكن نبقى صحاب وساعتها الاكس بتاعته وجابته له فعلا عشان تاني يوم لقى بوكس مش مكتوب عليه اسم بس محدش بيجيب له الحاجات دي غيرها فراح يرجعه لها بوكس جو بقى كانت لسه مجنونة بالدكتور جانج وساحية لقت عمها جايب لابوها متسكل جديد وابوها اديها مبلغ محترم مصروف فقعدت تتخانق مع عفاريتها عشان ما تصرفوش في كده وقالت هالضاعف جهدها في التمرين خلاص بس دكتورنا وهو قاعد مع نفسه تفتكر سؤالها عشان كانت اول مريض يسأله عن حاجة بيحبها فبعت لها ميسيج ويقول لها انه بيحب الرونالدو اكتر من ميسي وبس هي كانت دي الجملة اللي هي محتاجاها عشان تجري تروح على العيادة بتاعته تدفع الفلوس وتبدأ العلاج معاه بس شافته في نص الشارع وكانت فاكرة نفسها بتهلوس تاني لكن كان بيتكلم وبيتحرك يعني حقيقي وهي فضلت متن حاله وبعدها رحت معها العيادة وعدت الفلوس سبع تلاف مرة قبل ما تديهم للبنات وخلوها تغير هدومها وكشفوا وكان مبهور بكون صحتها كويسة رغم ان وزنها زايد بس ده عشان عندها عضلات وقوية ودوها بعدها نظام تمشي عليه علشان تخس وتلعت من هناك اشتريت توكا على شكل فيونكا حطتها فراسها وشافت الست بتعمل بالخرز حاجات ففقرت تجيب وتعمل للدكتور جانج برضو وتحطها كهدية مع الشمسية بتاعته وبعد ما اشترت الحاجات وراحت عند نفورة الامنيات بتاعتها جون يونكا خضها ومشي معاها لحد السكن وفي الطريق فدلت تبسله كده وفي الاخر قررت تسأله لو عاد البنت تعمل هدية بنفسها لحد معجبة بيه وهي بترجع له حاجة دهالها فقال لها لا طبعا لو مش قريبين من بعض بس ممكن تكتبله رسالة وهي عملت كده بالزبط وتاني يوم في نص ما هي بتاكل مع اصحابها فطلعت جاري عشان تغير هدومها عشان جيه معاد الاستشارة بتاعتها واخدت الشمسية في شمطة هدايا ودت هيلو كانت لابسة الفيونكا في شعرها وفي نص الكلام كده سألها عن تخصصها عشان قوية كده وهي كدبت عليه وقالت له انها بتدرس موسيقى وبتعزف على قالة كلاسيكية اسمها تشيلو وهو من اشد المعجبين بالنوع ده من الموسيقى فاتحمس ولسه هيهريها اسئلة بس ابوها اتصل عليها وقال لها انه رايح عند السكن وطلعت عينه على موصلها وشافتهم سيه من بعيد وبالليل جون يونج راح للدكتوري النفسي واللي قاله ان نسبة التوتر عنده عالية جدا وخلاه يحكيله عن الاعراض اللي بيحس بيها وقت المسابقات وقاله يفكر في ايه اللي حصل اول مرة بدأ يحس بكده عشان يمكن اتعرض لصدمة من غير ما يحس وهو قاعد يفكر في اليوم اللي امه سابته فيه وبعد فترة شاف حاجات في الكروت اللي بتبعتها وتقريبا من هنا بدأ الموضوع بس لسه ما نعرفش قوي حصل ايه وهو بيفكر اخوه جاله واخده عشان يروحه سوا وفي العربية بطنة لحظ الشمطة اللي فيها الشمسية بتاعته ودكتور جانج قاله ياخدها عشان الحلوة اللي بتجيله العيادة رجعتها له فجون يونج قاله لازم اجيلك اشوفها وفي السكن بوك جو كانت بتسمع موسيقى كلاسيكية ودخلت عليها سيه اللي فتحت معاها موضوع جون يونج وقالت لها انه الاكس بتاعها يعني لو مش وقدة بالك عشان انتوا قريبين حبيتين اللي من دول فقالت لها زوئك في الرجالة يقر في الصراحة وتاني يوم وقت الاكل جون يونج كان بيرخم على بوك جو واخد الاكل بتاعها وقالها هاتل نفسك تاني وهي كانت بتحاول تاخده منه فسيه وشافتهم وراحت مسكت في بنتنا وقالت ديزميلتي في القوضة بتضيقها ليه وقعدت تاكل معاهم هما وصحابهم والقعدة كانت منيلا لحد ما جون يونج جاب اخروسابهم وقام وصيه وقامت ورا تقوله يبطل يعملها كده وانها عايزة ترجع له بس هو قالها شكل كنيسيتي انت عملت ايه وهو انها تضغطت في فترة قبل ما تروح الفريق الوطني وانفصلت عنه عشان تركز على تدريبها واسلوبها كان منيل وهي بتعمل كده وهو يومها كان خسران بطول وحالته النفسية مش احسن حاجة فيعني انت كنت انانية ياريت تسيبيني في حالي وسبها ومشي وفي التدريب عند بوك جو بيحصل مشكلة بين الشباب وبيتعاق بكلهم فبتتأخر على المعاد بتاعها مع الدكتور جانج وبتروح في عز المطر وقاعد يكلمها تاني عن الموسيقى الكلاسيكية والمعزوفات وهي يا تور اصلا ما تعرفش حاجة بس بالجري في نفس الوقت اصحابها كانوا بيتمشهوا وبيتكلموا عن قد ايه هي بتتعف في الشغل مع ابوها وهيروحوا يساعدوها بس اصلا مطعم ابوها كان فاضي ولما راحوا عارفوا انها بتضحك عليهم ولما رجعت وقفشوها عارفت تضحك عليهم تاني وتقول انها عيانة بس ما كانتش حابة تقلقهم هم وابوها معلش بقى وتاني يوم وهي في قمة سعادتها وريحة للدكتور خاسة ويومها جميل كان الكوتشيت بتوعها بيكلموا ابوها عشان عايزينها تزود وزنها بتاع 5-6 كيلو كمان عشان ترفع اسقال في فئة معينة مش سهل لحد يوصلها وتكسبهم وتدخل الفريق الوطني وفي وقتها كانت بتغير هدومها في العيادة وبتبص في المراية لقيت جونيونج فجأة بيقول انت بتعملي ايه انا يا تخينة وهبت دكتور جانج طلع من جوا وعرفت انه اخوه وكله متفاجئ من وجود التاني بس بوك جو يعيني اخدت صدمة عمرها ولست جونيونج هينطى قوي في ضحة رحت لسعه وقال له ياه ما شفتكش من زمان كنا مع بعض في ابتداء ملك طولت كده ليه ووقتها دكتور جانج عرفه عليها وقال له دي المريضة بتاعت اللي بتعزف علي تشيلو فبطلنا بصلها اللي هو يا سلام ولما ضربته على ظهر عشان يساعدها قرر يمثل معاها وقال ياه دي طول عمرها موهوبة لأ وكانت بتعرف تغني حلوة قوي زمان لازم تسمعها فاخو قال اكيد كنت قريبين زمان عشان تفتكر حاجة زي دي فقال ايوة طبعا كنا اعز صحاب وسلم عليها وقال مبسوط اننا تقابلنا تاني يا بوك جو يا عازفة اللي تشيلو وفدلي بصلها زي المتخلفين كده اللي هو خلاص ما صدق مسك عليها حاجة وبعد ما خرج ومشي معاها وقفش انها بتجذب وبتعمل كل ده عشان معجبة بأخوه فقالت له يخليها سر بينهم فقال لها طبعا بس هستفد ايه من ده هفكر يا خريه سر ولا لا على حسب هتتصرفي معايا ازاي ولما تعصبت عليه قال لها شوفي بتتعصب عليها ازاي مش عايز اكلمك تاني سلام وعمل نفسه مأموس ومشي من هناك مسخسخ من الدحك بس مستغربش معنى أخو من بين كل الناس وتاني يوم وقت الغدى جيه وقعد جنبها رخامة وبعدها قال لها خدي قطعي لأكله وهي وفقت وصحبها تنحو عشان دي مش من عاداتها تقعد هادية وهو بيرخم عليها وبعدها جيه معايد انها تروح للعيادة وهو كان لسه طالع من التدريب ومش عايز يرجع السكن وشافها ماشى فقرر يروح وراها وهي في العيادة كانت بتتكلم عليه مع دكتور جنج وقدي ايه كبر بس هي قالت عليه مستفز ورخم والدكتور أحلى منه بكتير فدكتورنا اتكسف عشان أول مرة حد يقوله انه أحلى من أخوه وبعد ما خلصه طلعوا لأوه برة وعايز يتعش معاهم وقال لها تيجي وكانت هتفكس لحد ما قالها عندي حاجات كتير أو يتكلم فيها مع أخويا فراحت معاهم وطول الوقت يرخم عليها ويتكلم عن رفع الأسقال في نص الكلام كده وحاجة تتلي في الأعصاب لو ما كانها الحقيقة وبعد ما خلصه أخدته من أفاة وراحوا سوا يتكلمه وقالت له بص من الآخر قول عايز اعمله لك وتحل عني وتبطل ترخم عليها لكن هو ما كانش عايز غير انه يرخم عليها فما تحلمشي حبيبتي خلاص بس بعد كام يوم كان عندهم مسابقة بين كل الرياضيين ورفعين الأسقال وكانوا عايزين يثبتوا نفسهم ويكسبوا جون يونجي كان متدبس في لعبة تشيل أكياس التحين دي وهرب من الملعب والمدرب بتاعه كان متعصب وهيطين عيشته فبوك جوز تخلت الموقف وقالت له هرفعهم مكانك ونبقى متعدلين بس لما عملت كده فريقها خسر ومسكوا فيها تهزيق واسحابها كانوا فاكرينها بتحبه خلاص ومال هتعمل كده للو للوطن وهو نفسه كان متعصب عشان ازاي تعمل كده فاكريني هروحها في ضحك فعلا فقالت له انها مش عايزة يقع بلسانه ويقول لأخوه فيعرف انها كدابة وساعتها هو تعصب أكتر عشان معجبها بأخوه للدرجادي وهي تخنقت معاه وقالت له اه هو عيب ولا انت ما لك انت أصلا وتاني يوم وهي في قدتها سيهو حابت تسألها ليه عملت كده عشانه فقالت لها انها حاجة شخصية سوري وبعدها جالها رسالة من جون يونج بيقول لها انها حاجة سلها تسكرة حفلة موسيقية كلاسيك من اللي أخوه بيحبوهم تروح وهتلاقيق عد جنبها وفعلا حضروها سوا واخدها يوصلها في الآخر وفي الطريق مطرت فقال لها لاحظت ان كل ما بقى معاك تمطر وهي قالت عليك يوت وخلاص يجمع الفرح امتى في الوقت ده جون يونج قرر يتكلم مع الدكتور النفس بتاعه ويقول له سبب اللي هو فيه وانه كان بيحب السباح عشان بتحسسه كأنه في حضن أمه اللي سابته واتجوزت من سنين وهو عاش مع عمه ومراته والدكتور جانج في الحقيقة ابن عمه وكان بيوصل له جوابات من أمه طول الوقت لكن في مرة قفش في درج مرات عمه بتقاط من اللي بيوصلوله فضيل ولاحظ اختلاف الخط وعرف انه أمه بطلت من زمان تبعت له وكانت اللي بتبعت له مرات عمه عشان مش عايزة يحس انه أمه تخلت عنه وده كان سبب الصدمة والحالة النفسية اللي هو فيها وبعد ما خرج من عنده الدكتور وقعد مع نفسه شوية شاف دكتور جانج وهو بيوصل بيوك جو عند محطة المترو وقعد يصيح عشان لبسها شكله مش أحسن حاجة وبعدها دخلت المترو غيرت هدومها وطلعت فرح وراها يقولها هيا عملتوا إيه بقى وفي وسط ما هي كانت مبسوطة وبتحكي فجأة بعيل وصوته قالها حازبي ورح شدتها وميستخبي وراها عشان عربية عدت ورشت عليهم مياه تغلط وتتعد تقوم حشرة أكل في بقها عشان كده تعبت واخدوها عند الدكتورة بتاعت الجامعة اللي هي صاحب الدكتور جانج دي واللي قعدت تقول لها اللي مدايق وموتارك كده لايكونش راجل فقلت لها أيوة أصل جون يونج بقاله فترة بيرفضها وما بيردش عليها خالص وكان هو مع بوك جو بينشف شعرها وهي قربت تقطع رقابته بس بصلها كده ورح حدف البتاع اللي بينشف بيه في وشها وقال لها عمليه انتي ايه القلوب بدأت تدق ولا ايه المهم بعدها قعدت تعطص وحس ان عندها برد فقال لها استأذنانا بقى رح تنسكت وشه وعطصت عشان يتنقل له البرد وتعيش وتاخد غيرها يا حبيبي وتاني يوم هي اكتشفت ان ابوها وافق على حوار زيادة وزنها والكوتشات بتاعهم قالولها عليه واتصلت بابوها تتخنق معي عشان الموضوع مش سهل أبدا بس هو خلاص اخد القرار وطبعا هي كانت متضايقة عشان ازايها تلتزم بانها تخس مع دكتور جانج وفي نفس الوقت تتخن مع الفريق وللأسف ده اللي هي مضطرة تعمله الفترة دي اللي حواليها خلوها تحشر في الاكل وتاكل كتير ولما تروح لدكتور جانج يتصدم ازاي فجأة رجعت تتخن تاني وبعدها تخس شوية فالكوتش تهزقها وتقولها ازاي تخسي وهكذا وجون يونج بقى كان عنده برد وطول معاه وكان قرر يشترك في مسابقة صغيرة عشان يختبر نفسه زي ما الدكتور بتاعه قال وفي يوم بيك جو هي بتاكل مع صحابها جالها رسالة من المركز وصحابتها المقلبزة قريتها ولسه هتمسك فيها راح تحكيت لها كل حاجة من تقطق لسلام عليكم وكلنا عارفين البيت دي كتكوتة وبتحب قصص الحب دي فكانت بتشجعها وبتساعدها تلبس حلوة وتتشايق كمان ويوم مسابقة جون يونج قابلها وهي رايحة لعيادة وشتمته لكن لما راحت وقعدت مع الدكتور وحكالها عن اللي أخوه فيه وإزاي بيتعالك حزت بالزم خصوصا إنه للأسف خسر المراضي وبدأ متأخر عشان كده بالليل مسكت ورق وعملت دفضع صغرنا وقالت له نزل قابلني عند النفورة وهو قالها أني فيها دفضع بحقق الأمنيات عشان كده اديت له واحد ورق وأخدته بعدها يروح يكله في مطعم أبوها وبعدها يتمشه ويتكلمه وفكت عنه خالص يعني في طريقهم بقى شافتهم سيهو اللي كانت متغازة عشان كانت بترن عليه وجايباله حاجة يشربها للبرد وما كانش بيرد فلما رجعت وسمعت صحاب بكجو بيتكلمه عن إزاي بتعاني هي واللي حواليها عشان يزيد وزنها تاني يوم الصبح جون يونج وهو بيجري شافها دخل قد ترفع الأسقال وبعد شوية بنتنا أبوها بيتصل عليها وبيقولها تعالي فورا المطعم ولما بتروح بتلاقي الكوتشات هناك ومعهم الورقة اللي فيها تضيت بتاعها مع العيادة وأبوها متعصب وريحة الشياط واصلة لحد عندنا وكانها يضربها بس عماه والكوتشات منعوه وأخدوها قاعة التدريب وتعاكبت بإنها ترفع حديد وتعمل سكوات ميت مرة صاحبتها اللي بشعر قصير دي بقى كانت متعصبة جدا عليها برضو ما تعرفش السبب والمقلبازة قررت تخب إنها عارفة طالما بكجو ما قالتش بنفسها وما قالتش لحد خالص عن السبب كانت بتعتذر وبس جوني يونجا فيدل يحاول يتصل عليها لكن معرفش يوصلها عشان يومها كان يعيد ميلاد دكتور جانج وهيتغدوا كلهم سوا وكان هيكسب فيها جميلة وبعت لها ميسجي يقول لها لكن هي يعني ما كانتش قادرة تمشي على رجلها بعد العقاب وصحابها بيعملولها كم مادات ويسيه الحربية حست بالذنب السيكة وبالصدفة قابلت الدكتورة اللي عندهم وقعدوا سوا وقالت لها إنها كرها نفسها عشان الغيرة خلتها تعمل حاجة تقذي بها حد تاني بس هي عايزة ترجع له بأي طريقة ومش حابة قربه من واحدة غيرها وبعدها الدكتورة دي رحت العشب تعائلة جوني يونج ودكتور جانج وأكلت معاهم واما الدكتور أعجبت بها جدا بس هم صحاب من زمان مش أكتر وبعدها بطلنا سأل أخوه على بوك جو وقال له إنها ما جاتش العيادة النهاردة فإلق عليها ورح مطعم أبوها وشاف عمها بالصدفة واللي قاله على اللي حصل فكان بيدرب أخماس في أستاس وبعت لها تاني يشوف له كويسة وهي شافت الرسائل ومرضتش وقعدت تعاية طول الليل ومن بعدها الكوتش بتاعتها لازقالها في كل مكان ما بتروحش في حتة غير وهي في دلها حتى لما راحت البيت تشوف أبوها اللي مش راضي يروح يعمل غسيل كيل عشان متضايق منها راحت معاها برضو وأبوها تخانق معاها وقال لها هروح العياد أضرب الدكتورة ولما حاولت تمنعه وقع منهم وأخدوا المستشفى وبعدها مشت هي والكوتش بتاعتها اللي اضطرت تروح تعمل حاجة وقالت لها روح التدريب انتي فهي شافت زرعة صغنانة كده وقررت تروح بها لعيادة الدكتورة تدهيله عشان عيد ميلاده اللي عدى وتأخرت بس صاحبتها المقلبزة كانت عارفة ويا دوبك ردت على جون يونج اللي كان هيموت ويتطمن عليها رحت تقفشت والكوتش مسكتها مصخرتها تاني وكانت هتجلدها المراضي بس صاحبتها المقلبزة تدخلت وحكت لكوتش على كل حاجة وصاحبتهم التانية اللي ما كانتش تعرف تضيئت جدا عشان خبوا عليها وبعدها الكوتش حنت ولانت وقعدت معاها تقول لها مفيش حاجة عيب في اللي عملتيه بس كان لازم تقولي وخلتها طايت لما تقولي يا بس وبعدها سمحت لها ترجع البيت لكن جون يونج أخيرا عارف يتلم عليها واخدها يفكها شوية ويكله وقض طول الليل برا البيت بيلعبه وفضل وراها بيرخم عليها لحد ما فكت فعلا ورجعت السكن تنام شوية ويسيه كان عندها مسابقة يومها وكذبت وكانت راجعة مبسوطة واتصل جون يونج عليها يقول لها تقابله وراحت بتتنطط فاكرة بيتطمن عليها فعلا بس هو سألها لو هي اللي فضحت بوك جو وليه عملت كده وهي قالت له انها عملت كده عشان غيرانا وتخنقه جامد وثابته ومشيت ولما رجعت البيت لقيت بوك جو بتكلمه وراحت شد الموبايل من إيدها ومهزقها وقالت لها ان هي اللي ودت الورقة بتاعت الدايت بتاعها للكوتش بتاعها ومش أسف على كده وأحسن لك تبعدي عن جون يونج وإلا مش هيحصل لك كويس وانتوا فاكرين بنتنا هتسكت لها ولا ايه لأ طبعا قالت لها قف مع وجوه اتكلمي عيدل يا مع صعاطها يا بتاعت الجنباز انت جون يونج إيه ونيلت إيه لغيرانا عليه مني إيه ولعنتوا الاتنين ببعض إنما انتي أثبتت إنك بوشين ووطي ومش عايزة أقعد معاك تاني وسبت لها القودة كلها ومشيت وبعدها قعدت في قودة صحابها شوية جون يونج اتصل عليها وقال لها تطلع فوق السطح عشان عايزها في حاجة بما إن الخط قطع فجأة وقرر يعتذر لها وكان قاعد زي العيل اللي خايف من أمه تضربه فهي قاعدت تقوله انت السبب في كل حاجة بس سمحته بسهولة وبعدها كانوا هيتقفشوا فأخدها في حضنة عشان يستخبه بس فدل قافش فيها بعدها ويقولها بص النجوم حلوة خلين قاعدين نتفرغ وتاني يوم بالليل برضو بوك جو كانت لسه قاعدة في قودة صحابها بس اللي شعرها قصير لسه مأموسة فاتخنقوا سوا وطردوهم من السكن يتخنقوا برة فطلعوا على السطح وعيداته وتصلحوا بعدها وأكلوا سوا وكلوا فل لحد اليوم اللي بعده وقت التدريب بوك جو جت لها رسالة من المركز بتاع التخسيس وقررت تتصل بدكتور جانج وقالت له مش هتيجي تاني عشان مسافرة برة البرد وهو أصدقها واتمنى لها حصد سعيد وقفلت وقعدت تعيط وبعدها اتصلت على جونيونج تقوله ولما حس انها عيطت قال لها انتي فين يلا نتقابل وروحوا عندنا فورة كالعادة ولما لقاها مكتائبة وعشان حاسس بالذنب ان بسبب اكس واتفضحت قاعد زي كل مرة يقول لها يحاول يفكها تيجي عزمك على أكل طب نروح نلعب أي حاجة رايك نروح سينما وهي وفقت على دي لكن يوم ما قرروا يروحه وسيهو كانت تعبانة واتصلت عليه يجي أخدها وراح وده خليت أخر على بوك جو لحد ما الفيلم خلص لكن كان مصر انه يروح وساب سيهو ترجع لوحدها وجري على السينما وينكنت بنتنا متعصبة جدا وعلى الآخر وقررت تدفعه التمن وأكلت كتير جدا وخلته يدفع بعدها وبعدها رجعوا السكن سوا وشافتهم سيهو تاني وهي بتضربه واتداقت وقامت مسح كل صورة هي وجون يونج سوا أيوة كده موفي آن يا بيت بطلي عبط وتاني يوم في التدريب بوك جو ظهرها وجعها وقالوا لها تروح تعمل مساج عند الدكتورة وجون يونج كان رايح لأخو العيادة وعرف انه كمان رايح عند الدكتورة دي في الجامعة فاتصل على صاحبه العبيد يقول له تصرف وطلع التخينة من هناك وصاحبه قابل صحابها قال لهم وقفوا أخوه بأي طريقة وأنقذوا الموقف في آخر لحظة وجون يونج قال عايز آيس كريم يلا يا دكاتران رح ناكل سوا وبعد ما تأكد ان أخوه ميشي بعت لها تطلع لكن أخوه نسم بايلو وكان راجع تاني وهب لمح بوكشو ونزل ينادي عليها وكانت لابسها دم رفعين الأثقال ولسه جون يونج هيحاول يدور على كتبة ينقذها بيها رحت هي قلت الحقيقة للدكتور واعتذرت ومشت فالأخين قعدوا سوا الكبير لسه مصدوم لكن بطنة قال له انها كانت معجبة بواحد وحبت تخس ويبقى شكلها حلو بس الدكتور جانج فضل متضايق من نفسه عشان بيخلي واحدة رياضية تخس حتى لو هي اللي خبت وهي رحت تعايت ومتضايقة على نفسها ومن نفسها ورحت تجري وهي لابسة بتاع تقيل لحد ما تهدت وتعبت وتاني يوم لما هدية اتصلت على جون يونج وتقابله وسألته على رأي الدكتور وقال لها اللي حصل لكن كله تمام ما دقيقش نفسك انت بس وتعالي هفك كنا واخدها يلعبه في الأركاب بس في الآخر قصرت لعبة من اللعب وطلعوا يجروا وفي الآخر قال لها تعالي نروح نشرب سوا وهي فضلت تشرب تشرب لحد ما سكرت خالص وما بقتش قادرة تقف على رجلها وهو شالها على ظهره لحد ما تعب وهي طول الوقت تقول له تحمل مسئولية اللي حصل انت السبب لازم تتحمل المسئولية وبعد ما ريح شوية وهي نايمة على رجله جات له فكرة تحفة ورح شايلها في عربية سوبر ماركت لحد البيت ورجعت لابوها وعمها شرب لحد ما تعدمت معاولة غريب وبتقول تحمل المسئولية فطبيعي هيفهمه غلط وفضل يحققه معاه وخوفوا الواد لحد ما كانها يغمى عليه من الرعب بس لما تأكدوا ان ما فيش بينهم حاجة خلوه يمشي وعمها طلع وراء وقال له بس انت جامد ومؤدب وعجبني فما عنديش مشكلة تبقى جوز بنت أخويا تروح بالسلامة بقى يا حليوانت وتاني يوم دكتور جانج كان بيساعد الدكتورة صاحبته تجيب حاجة واتكلمه عن اللي حصل وحكى لها كل اللي يعرفه وهي فكرت بوك جو بتحب جون يونج عشان قريبين مؤخرا وبالصدفة وهم طلعين قبلوا بطلتنا والدكتورة أصرت انها تاكل معاهم واتصلوا على بطلنا ييجي هو كمان واكلوا الاربع سوا بس اكتر حاجة بوك جو لحظتها هي قرب الدكاترة من بعض وكان دم دايقها وحست ان ياه انا كنت بعيدة قوي يا لطيف فكالعادة جون يونج لما بيلاقيها متضايقة بيشوف حاجة يعملها عشان تفك والمرة دي قالها هنروح بالعربية على البحر سرق عربية أخوه واسواقته منيلة لكن في الطريق كان أحسن وهم بيتكلموا سألها لو ندمت انها كتبت على أخوه لكن هي ما ندمتش وقالت لو رجع بها الزمن هتعملها تاني عشان آه يا فخورة بنفسها ورياضتها لكن كابنت فهي مش أحسن حاجة خصوصا وقت المسابقات بيبقى شكلهم مش حلو وده مش منظر تحب الرجل اللي بتحبوا يشوفها فيه وبعدها رحوا على البحر ولعبوا لحد ما نموا على الأرض من كتر الجاري وهي قالت له انت حرفيا شفتيني بكل لحظات المنايلة وانا معرفش عنك حاجة فحكالها انهم في ابتداء هو اللي كان بيحط لها شكولاتة في الكتب بتاعتها عشان بيتكسف يكلمها بعد ما انقذته مرة ولما قالت له دي مش حاجة كبيرة حكالها عن عيلته وامه وكل حاجة وقال لها ان مع الوقت الحزن بيخف فما تستعجليش وركزي على مسابقتك اللي كمان أسبوعين وهي قضت الأسبوعين تمرين وأكله وكله على العال لحد يوم المسابقة كانت متوترة جدا بس جونيونج رح لها وقال لها ما تخافش وانواثق فيها وراحت وكانت مستعدة بس اتصدمت بوجود دكتور جانج بين الجمهور وهي حرفيا بالحالة اللي قالت مش عايزا يشوفها بيها لكن هو عارف من الدكتورة زميلته عن المسابقة وجاب ورده وجاي يشوفها هي كذبت طبعا وأخدت المديليا الزهبية لكن ما كانتش مبسوطة خالص وطلعت على الجم وتعايد بعدها وجونيونج دور عليها في كل حتة لحد ما لقاها وعياتها ما هنش عليه عشان كده لما شاف أخو جاي عليهم أخدوه وخرج وزعقله وقال له انت ما عندكش بربع جنيه احساس ولا ايه يعني ما خدتش بالك ان الراجل اللي هي بتحبه هو انت وقلنا ماشي لكن جاي دلوقتي بعد ما هي دحكت عليك وقالت لك مش عايزك تشوفها كرافعة أثقال تهنها يا عمنا تعدت منك وسبوه مش عارف ينطق ومشي أما بوك جو فكان الكل بيحتفل اللي هي قعدة في قضيتها بتعيط وتاني يوم شكلها كان محبط وهدية وما بتقولش وجونيونج بيعمل أي حاجة عشان يحاول يفكها وبرضو مفيش فايدة خالص وفي الآخر رحت عشان تنام لقيت دكتور جانج بيتصل عليها وبيقول لها يتقابله وراحت له فطلع مقابلها عشان حس بالزنب إنها وقعت في حبه لإنه بالغ في لطفه معيها وكلام من ده يعني وده دايقها أكتر وراحت جابت جونيونج وهاريته تهزيق لكن هو كمان تعصب عليها وقال لها ما تبص النفسك وانت مكسوفة إن الحاجة اللي بتعملها طول حياتك وهي مفيش حاجة تكسف واغدى مديليا زهبية وشكلك زي اللي استبعدوهم من المسابقة وحالتك بالبلة وتعصبوا اللي اتنين وكل واحد راح في طريق بس جونيونج ما استحملش وراح لدكتور جانج وزعق معاه تاني عشان محاولته إنه يراعي مشاعر اللي حواليه بتأذيهم من غير قصد زي ما هو بيعمله بلطف زيادة عن اللزوم فمش بيحس إنه أخوه فعلا والكلام كان محسس الدكتور بالزنب وتاني يوم حتى جونيونج كان حسس بالزنب فخرجه سوى يلعبه ويتكنمه شوية وتصلحه وبعدها الدكتور لفت انتباه إنه مهتم جدا ببوكجو وبيتحمق لها قوي ما بيستحملش عليها حاجة رغم إنه مش من الناس اللي بتتدخل في حياة غيرها فها بقى مالك مش مظبوط ليه بس هو قرر إنه مش هيدخل في حاجة تخصها تاني أبدا وشوح بإيده كده وتاني يوم الكوتش بتاعتهم طردوها عشان استخدمت فلوس النادي لمصالح شخصية وهي في الحقيقة دفعتهم لواحد من الطيم عشان ما يضحبسش بس ما قالتش كده لحد ودي كانت قريبة جدا من بوكجو فكانت بتعايت عليها جامد واختفت فجأة بعدها وكانوا صحابها بيدوروا عليها وقالوا لجون يونج اللي شوية وطلع يجري يدور عليها في كل حتة قال لا مش قلت ما ليش دعوة بيها تاني وشوحتي بإيدك كده المهم إنه لقاها بالليل في الآخر وكان بيزعق لها عشان كان قلقان عليها لكن اتصدم لما قالت له إنها حاسة نفسها تعبانة ومش طيق الرياضة اللي تعملها ولا عايزة تعمل حاجة غير إنها تنام وبس وقاعدت طعاية وهو أخدها في حضنه وقاعد يوسيها وبعدها هي رجعت البيت طعاية لأبوها وعمها إنها ما بقتش بتحب رفع الأسقال وعايزة تعتزل وما بقتش عايزة تكمل أما هو فكان قاعد في السكن كده سرحان وفجأة افتكر كل اللي حصل بينهم وبص على الضفدع الصغير اللي هي ادتهوله واستوعب كده إن شاكله لا سمح الله يا ساتر يا رب وقع في الحب بجد ومحدش سمع عليه وتاني يوم أبوها قال لها تاخد استراحة من الجامعة الفترة ورح تلم هدومها وقبل ما تمشي اتصلت عليه تقوله فطلع جري يدور عليها وراح لحد المحل ولاقاها جاية فقاعدوا سوا شوية وقال لها نوية تعملي إيه في الاستراحة دي فقالت له معرفش والله هساعد بابا في المحل ونام وممكن أخرج فقال لها لأ ما تخرجش وانت بعيدة عني فقصدي يعني بصي كل ما تزهق التسل بي أو التسل بي عموما قبل ما تنامي ولما تسحي ولما تكلي وإيه يا حبيبي ما لك ايه دا كده شوية انتو لسه سحب بس لكن هي أصلا ما اتصلتش بيه خالص في دل مستنيات التسل وما اتصلتش وتاني يوم قعدت كده مع نفسها كتبت الحاجات اللي نفسها تعملها بما انها فضية كتبت انها نفسها تذكر في مكتبة تتعلم بيانو وتروح الملاهي وترتبت أهم حاجة ترتبت وكتبت بقى عايزة تعمل ايه مع حبيبها لو تهبلت في دماغها واتطبطت ومن تاني يوم رحت المكتبة وبعدها جريت تتعلم البيانو بس اكتشفت انه بفلوس قد كده فلازمها شغلانا فراح تقدمت على شغل عمال من اللي بيحوله سناديق طول النهار دول في نفس الوقت جون يونج كان قاعد مع اخوه سأله عليها وفجأة ابننا تحمق وقال له ملكش انت دعوة بيها فاخو قافشه على طول انه بيغير عليها وقال له جاكلك يا واد انت بتحبها بجد وبعدها لما ما اتصلتش عليه خالص رح لها المحل وعمها قال له انها بتشتغل فراح وكانت يا دوبك طلعة من هناك مع واحد زميلها بيعملها على انها اخته وبيقول لها روح ناكل سوا وبتغذر معايا فالمنظر ده صرع جون يونج مكلام من ده كتير بقى لحد تاني يوم لما عرف انها تشتغل طول اليوم برضو فراح لها الشغل تاني وقال له هساعدك عشان تخلصي اسرع مش عشان غيران ولا حاجة خالص بس هي قالت له الناس بتفهمنا غلط وفاكر انك حبيبي يا عم مش وخلصني فخلاص الواد جاب اخر وقرر يعترف وقال له انه مش بيحبها كصاحبته بس وبيحبها بجد وشوية وقعده سوا هو واقف لزق في الشجرة وهي مش بتنطق وبعدها قالت له يا ابني انا كنت لسه بعاية على اخوك مني ومين ازاي بقيت بتحبيني وانت عبيت وبعدين انا بحبك وكل حاجة وبرتح معك برضو وانت شكلا مش بطار بس احنا صحاب بس يعني فقال لها خلاص يستي جربيني شهر لو ما عجبتكيش نفضها سيرة ورجعوا سوا البيت بس صحابها اتصلوا عليها عشان المقال بزة بتقول شافت عفريت وخيفة تعالي باتي معانا وقالت له مش انت بس اتكابلت وقعت المحفظة بتاعتها وهو اخدها معايا وفتح يتفرق في السكن ولقى جواها الورقة اللي فيها اهدافها وكل اللي عايزة تعمله لما ترتبط وتحس كده نزلتله من السمة في حين ان هي كان والشاب يحمر وبيغضر كل ما تفتكر اعترافه ليها فطلعت تتنفس وشافت العفريت اللي اصحابها بيتكلموا عليه والعفريت او نقول العفريتة ما هي الا زملتها في السكن سيغو اللي بتمشي وهي نايمة وابتاكل بطريقة مش طبيعية ودي اثار جانبية للمنوم اللي هي بتبلبعه كل يوم المهم بوك جو كانت ناوية تقول لجون يونج بس رجعت في كلامها وهو بسألها لو ضيعت حاجة اصدع المحفظة بس هي طلعت مش وغدا بالها فحطها في شنطتها من غير ما تحس وقال لها عندي اجازة كم يوم هنخرج سواها وخلع وبعدها في نص اليوم اتصل عليها وقال لها هاجي وقالت لابوها انها خارجة بس كان شكله مش كويس حبتين لكن قال لها الجو بدأ يحرر سيكا سيبك مين انت وشوفي حيلك وبعدها رحت تتمشي هي وجون يونج وعرض عليها يروح الملاهي بس عشان هي بتصد وقالت له انت عندك كم سنة يوض ولما اصر قالت له ايش طبس بشرط واتصلت على صحابهم ييجوا هم كمان وخرجوا الخمسة مع بعض لكن ده ما خلهوش ييقص برضو وعمل الحاجات اللي هي كانت كتبهم في الورقة اول حاجة اشترى حاجة تشرب بشفطين ولما قربت تشرب شرب هو كمان وبصوا البعض وبعدين راحوا يتفرجوا على السواريخ واخد ايدها في ايده وحطاها في جيبه وانا عارفة ان قلبك دائق يا بيت الوضع امر متعملش فيها جامدة وبعدها وهم بيصوروا السواريخ قاعد يصور فيها يا كمان وكم يوم وقرر يشتريرها ورد بس هي كانت في مكان تاني وراحت تشوف صاحبتها اللي شعرها قصير وعفت ان امها منعها من رفع الاسقال ومبهدلينها في البيت ووقتها بنتنا ادركت ان دعم ابوها حاجة كبيرة اللي جالها مكالمة بتقول لها ان وقعوا في المستشفى فراحت جاري وجون يونج اللي كان مستنيع في المحطة راح معاها وكان بيهديها طول الطريق وبعدها ساب لها حاجات لابوها عند الباب ومشي وهي رجعت البيت تجيب لابوها هدوم ولقيت سندات تأمين باسمها كتير جدا يعني ابوها بيحوش كل الفلوس عشانها وهدوم مقديمة جدا فقعدت طعاية واتصلت عليه تعتذر له عشان ما كانتش بتسمع كلامه وهو اعتذر لها عشان كان بيجبرها على الرياضة مش للبنات اصلا وتاني يوم قررت ترجع الجامعة من تاني وكان كله مبسوط فقررت كمان تروح تقابل جون يونج وهي بتلبس لبس تلفينكا اللي كانت بتروح بيها عند الدكتور جانج عارفينها؟ عارفين ده معناه ايه؟ ايوة بالزبط كده رحت قالت له ان ابوها بخير خلاص وشقرته عشان اخدها المستشفى والتالج نزل وقتها وقالت له كمان انها رجعت للفريق تاني وكان فرحا لها وبعدها قررت تدخل في الموضوع وتقوله انها مش هتصده تاني عشان شكلها كده بتحبه هي كمان سواء كصاحبها او غيره هي عايزة يفضل جنبها وقال وزغراته يا ولد اخيرا عيان ارتبطه وبدأت بقى قلطف حتة في المسلسل كل عشان دول قبل كلمة كيوت تقوم وتقعدهم مكانها خرجوا سوا لكن جون يونج لاحظ انها لابسة الفيونج اللي كانت بتروح بيها الاخو وكان غيرون وخليها تقلعها غزب وبعدها قالها تعالي هاجبلك غيرها ورح اشترالها واحدة تانية وهي قلت له بقولك ايه انا محبش الوادي الغيور اللي بيتقمس على حاجات تافها ده اكبر شوية كده وهو طنشها عادي جدا وكان ديت لطيف لحد ما رجعوا البيت وبوكجو لقيت سيه وقع في الارض مغمى عليها بسبب المنوم الكتير اللي بلبعته ودخلت المستشفى وجون يونج لما عارف راح لها لكن لما مامتها واختها جم وهي صحي يتمشي ورح يقابل حبيبته يطمنها عشان كانت زعلانة وحسة بالزنب عشان حست ان سيه مش طبعية بس طنشت عشان كانت عايزة تخرج معاه وهو رجع البيت لقاه رنت عليه وهو ما خدش باله عشان كان مجغول مع حبيبته فرح تاني يوم يطمن عليها وقعده ساوى وهي كانت حالتها احسن وبعدها بوكجو اتصلت عليم استغربة ليه راح لوحده من غيرها بس راحت هي كمان وكانت جايبه ورد وسيهو عندها حساسية فاخده منها حطه بعيد وكان واخد باله منها حبتين زيادة عن اللزوم فبنتنا حرحرت كده وغارت في صمت ولو تبوزها عليه من غير ما تقول له السبب وكل ما يكلمها تتقمس اكتر خصوصا انه كان اي اللي سيهو على دكتور نفس حل واتصلت تسأله عليه وتكلمه حبتين زيادة عن اللزوم برضو فاتضيقت اكتر وثبت ومشيت ورجعت على خبر استقالة الكوتش التاني عشان مريديوش رجع الكوتش اللي ترفدت فاتيم كله عمل اضراب عن الاكل ووقفوا في البرد قدام مبنى الادارة بالساعات وجون يونج كان قلقان على حبيبته طبعا بس هي كانت مأموصة منه وقالت له ملكش دعوة لكن لما لقى الموضوع زياد وفيه تلج نزل بجاكت وشال وبادز بتدفي حطهم في رجلها عشان متلجة وقال لها تاخد بالها من نفسها وتاني يونج قالهم خبر برجوع الكوتشين تاني اخيرا ورحوا يحتفل كلهم سوا وبعد ما خلصوا جون يونج بعت لها تكلموا فاستنت يرجعوا السكن واتصلت عليه فقالت له نتقابل وقابلها في قدت السباحة في حتة دافية كده وفضل وراها لحد ما عارف هي مأموصة لي وفضل لي صالح فيها لحد ما تصلحت وتاني يوم لبسوا جواكت ضخمة كده مش بين هم مين ومشين يتلزقوا يحضنوا في بعض وقابلوا سيه وراجع من المستشفى وكان لسه هيساعدها راح تبوكشو زغرت له ويسيوه فيهمة على طول اللي فيها وقاعدت تضحك عليهم وبعدها مش يساوا برضو مكملين في اللازقة في بعض لحد ما يساتر يا رب عمو دا طلع منين ابوها شافهم من بعيد بس الحصن حظهم معرفش هم مين بس قاعد يقول عيال اخر زمن وصاحبهم برضو شافهم وممعرفهمش وكانوا بيتكلموا عليهم وحش ووقت التدريب اكتشفوا اتنين من التين بتاعهم مرتبطين عشان كده صحاب بوكشو قالوا مستحيل واحدة فينا ترتبط وإلا هتبقى خينة ودخل لها مرعوبة منهم فكررت ما تبينش ان هي وجون يونج مرتبطين فوقت الغد حاول يمسك ايدها وصاحبتها كانت هتقفشو راح تزقا وقع على الارض ظهر الدشمل مبرحة على الواد اللي حلتنا يا أنسة مش كده وبعدها قعدوا يتكلموا في الموضوع وقالوا هيفضلوا شوية من غير ما حد يعرفوا يقولوا لهم بعدين وده طبعا بعد ما هي اتحيلت عليه كتير وكانت قعدة مع أصحابها وصاحبتها المقلبزة حتت لها مسك من اللي بيتعاملوا في البيت دول ويا حبيب يفتكروا ان محدش فيك ويمشي ورا الوصفات دي خالص واللي يقول لك اللي ما تعرفش تاكلوا حطوا على وشك زي صاحبة بوكشو كده فتفوا عليه عشان عطيس حتاني يوم شبه بنقيم حباية كبيرة في مناخركم زي بطلتنا كده بالزبط وكانت مكسوفة منها جدا لدرجة انها دحكت على حبيبها انها عينة وعندها برد ومش قادر خلاص وهو سد ومن قلقوا عليها رحلها السكن ونط من الشباك لقاها بتحط عليها مرهم وكان جايب لها دوام رات عمه الجامد جدا وقاعد يضحك ولسه هيقعدوا لهم شوية مع بعض طبعوا عليها صحابها وهو استخبى تحت السرير وبعدين زحف للدولاب ولما جات سيه وفتحته تخضت بس درت عليهم وطردت صحابها بالزوء وطلعوا التلاتة سوا يشربوا فوق السطح شوية وهو راحز ان الاكس بتاعته حبيبته بأصحاب جامدين وده مريب جدا وتاني يوم بعد التدريب صاحبه المتخلف اخدوا معادة مع بنات ما يعرفهمش وواحدة في الجيم قالت لبوك جو فاخدت صحابها كأنهم خارجين وراحت هناك ترقب ومن الغيرة بعتت لطلع من هنا والوات ترعب وحاول يخلع معرفش واحدة من البنات تلزقت فيه فراحت بنتنا قامت تزعق لها وجايبة اخرها فقالت انها حاببت وصحابهم كلهم بقهم بقى في الارض وبعدها تلموا عليهم وهزقوهم عشان الخيانة دي جون يونج اكبروا يدفع ثمن اكلهم وهم ما شاء الله بيأكلوا ليهم وللسهم كله الوات معادش حيلته حاجة وبعد ما رجعوا كل واحد فيهم صحابه بيستجهبوه وعدت على خير خلاص بس تاني يوم سيهو كان عندها مسابقة مهمة ومتوترة فبوك جو خدتها عند النفورة وقالت لا ما تتوترش وراحت هي وجون يونج يشجعوها بس دي كانت المسابقة اللي سيهو قررت فيها تتخلى عن كل حاجة وتسيب الجنباز خالص فماكملتش العرض بتاعها ويومها بالليل في الصيدلية بتاعت عم جون يونج دخل عليهم حد غريب وكانت دي ام بطلنا اللي بقالها سنين مختفية وقررت تظهر فجأة معلش ما احنا قربنا نخلص بقا جاية في حاجة مهمة قالتها للعم وامراته وبعدها تاني يوم رحت الجامعة تدور على ابنها وقبلت بطلتنا بالصدفة اللي اخدتها عند بابنا السباحة وكان حبيبها طالع من هناك ولما الست سمعت اسمه وعرفت انه ابنها وقالت له جون يونج ابن حبيبي انت مش فكرني ولما عرف انها امه قاعدوا يعياته شوية وبعدها اخدته ورحه كافية يتكلمه وكانت جايباله كوتش جديد وقالت له ان كان وحشها جدا وبعدها رحه يتعشه في بيت عمه وهي مروحة مسكت ايده وقالت له يجي لها تاني يوم يتغدى معاها عشان نفسها تعمله اكل قبل ما تسافر تاني وهو كان متحمس وراح بعدها البوك جو ويحكي لها وهو بيعايت وحضنته وقالت يا سلام على الواد ابن امه الكيوت ده وتاني يوم هو جاهز نفسه ولبس الكوتش رغم انه كان صغير عليه ورجله محشورة وراحه على البيت يجيب حاجة واسمعهم بيجمعوا فلوس عشان اخته اللي من امه عينة وعندها مرض خطير وهي كانت جاية تطلب فلوس يعني مش جاية عشانه فهو قاله انتو ازاي تدوها فلوس بعد ما مسألتش فيها كل السنين دي وانتو بتربوني وبعدين فاكرينه عبيت مش هعرف ان كل الهدايا كانت منك ومش منها واتكلم وحش مع مرات عمه وصاب البيت ومشي في نفس الوقت بوك جو جالها خبر انها ترشحت تبقى في التدريبات عشان مصابقة الناد الوطني وهيعملوا معاها انترفيو تاني يوم وحاولت تبتسل كتير بحبيبها تقوله بس مبايله مقفول ومختافي لكن هي فكرته مع مامته لحد تاني يوم قبل الانترفيو صاحبه قال لها انه مرجعش فاتصلت عالدكتور جانج وقبلته وقال لها اللي حصل ولو وصلت له تبقى تقوله وهو كان نايم عند البحر بيفكر في امه وازاي تخلت عنه رجله متعورة وبتجيب دم من الكوتش الدايق وحالته منيلة ووقت الانترفيو بوك جو كانت بتتكلم عن الناس اللي فضلت جنبها طول الوقت وهم ابوها والكوتشات وصحابها والشخص الاهم اللي ما قدرتش تقوله هو مين وجه في بالها وثابت المكان وطلعت جاري تدور عليه في كل حتة وما كانتش لقياه خالص وفضلت تبعط له فرسائل صوتية تشتمه فيها وتقوله والله لانفصل عنك يا كلب يا جبان وبعدها رحت عند نادي السباحة ولقيته هناك نايم على المية فنزلت رحت له رغم انها بتخاف وقعد يعيط له عشان امه ما رجعتش عشانه وهي حضنته وواسيته لحد مراء كده وسمع الرسال بتاعتها وقعدوا يتحكوا عليها وبعد كده قالت له ان حتى لو امه ما رجعتش عشانه ده مش معناه انها مش بتحبه هي بس بنتها التانية عيانة دلوقتي فياريت تتفهمها وبعدها قالت له يلا نرجع السكن فقال لها مش عارف هامش عشان رميت الكوتش بتاعي فحاولت تمشي بيه على ظهرها ما عارفتش فرحت سرقت له كوتش من النادي عندها واخدته من افاية رجعته بيته يعتذر لامه التانية ويصالحها في الصيدلية ورح تاني يوم بعدها المطار لامه قبل ما تسافر وقال لها يبقى يزورها ورجع لها المنديل بتاعها وشاف صورة لاخته وقال لها بيطمينيني عليها ويا السلام بقى من تحلوه يا ولا وبعدها وهم رجعين من المطار البنات كانوا بيعكسوا فيه فحاببته غارط وقالت له خب وشك كده هلبسك نقاب خلاص ومال هتعمل ايه وانا مش هنا فعرف انها هتسافر وتبقى مع الفريق الوطني فقال لها ما تليش انا عندي مسابقة لو كسبتها حصلك عشان كده اشتغلوا على ده الكام يوم اللي بعدها لكن رغم سرعته يوم المسابقة الا انه الفرق بينه وبين المركز الاول كانت ثانية واحدة وملحقش فهتسافر هي الاول وهو هيستنى يحصلها لما يكسب في مسابقة غيرها عشان خلاص يتغلب على خوفه وبعدها بدأوا العلاقة اللي من بعد دي هي هربت بالليل عشان تكلمه في الموبايل تحكيله عن الجامعة الجديدة وقالت له ان وحشها وكلهم وحشنها وانها كلمت ابوها قبل كده بس سوته ما كانش حلو فلو تكرمت وتروح تبصلي عليه هكون شاكرا جدا لك يا حبيب قلبي وهو نم في نص المكالمة اللي مضحية عشان تعملها وتقفشت في الاخر وعجبوها وبعدين تاني يوم هو سمع الكلام وراح على المطعم لقى مقفول فاتصل على رقم عمها لمكتوب وعرف ان ابوها محبوس في المستشفى عشان لقوا متبرع وهيعمل عملية زرع كلا لكن خبوا على بوكجو عشان العملية في نفس اليوم بتاع المسابقة وابوها مش عايز يقلقها علي وخلوه يوعدهم انه هيخب عليها برضو وهي بالصدفة اتصل تعريف نفس الوقت واضطر يرد ويقفل على طول بحجة انه بيتضرب فالبنات اللي قاعدين معاها قالولها ورينا حبيبك ده ولما ورتهم اتصدموا من حلوة الواد وقالولها هو انت ما تعرفيش انه معظم اللي بيجوا هنا مرتبطين بينفصلوا بعد فترة واتبلوش ده مستحيل يقعد مستنيك اكيد هيخونك كمان كم يوم فخلي بالك كلام اللي يشاكك البيت في دبان وشها ده بقى لأ وفوق كده لما اتصلت على صحبتها وسألتها لو بتكلم حبيبها قالت لها انه بيتضرب بالصدفة كان صاحبه قاعد معاهم وقاعدوا يستجوبوه وكانوا شكين انه بيشوف واحدة تانية لكن في الحقيقة انه عمها طلب منه ييجي كل يوم ساعتين يخلي باله من ابوها عشان عمه رتبط جديد وحبيبته شارسة حبتين وما بتبطلش اجتما فيه فتاني يوم لما بطنة خلص تدريب واخد بعض دوراح المستشفى صاحبه وصحابها كانوا بيرقبوه ماشيين ورزيل معتيه لحد ما وصلوا عند باب القودة بتاعت المستشفى وقرأوا الاسم وقدركوا انه ابو بوك جو ووعدوا برضو ما يقولوا لهاش بس جون يونج كان متضايق انهم شكوا فيه من الاول اصلا وبعدها اتصل عليها واتكلموا شوية صغيرين وهي رحت تعمل حاجة فكان بيصوت عشان وحشته وتاني يوم في التدريب هي ظهرها وجعها في الكدش الجديدة قالت لها تروح المستشفى وبعدين على البيت ترتاح لمدة يوم واتصلت على ابوها تقوله انها رجعت بس هو لسه في المستشفى فاتصلوا على صحابها اولهم جون يونج اللي راح جار يلحقها قبل ما توصل للمطعم واخدها راحوا ياكلوا سوا وكانت تصرفاته كلها مشكوك فيها خصوصا لما ما اتصل عليه قوله يساومها ونصية كمان وهي شكت وكانت عايزة مبايله تبص عليه واتخنقوا كمان واتدايقت وثابته ورجعت عن المطعم وكان لسه ابوها وعمها وصلين حالا واصحابها كمان وقعدوا كلهم ياكلوا سوا وفضلت متجهلة جون يونج طول اليوم لحد ما بالليل قعد مع ابوها شوية يتكلموا وشكروا عشان انقاذوا من انها تعرف النهاردة وبعدها سألوا بتحب ايف بنتي وقعد يقول اشعار والراجل خلاص اقتنع هيجوز بنته للودة وتاني يوم فضلوا يطرقوا فيها بسرعة عشان يرجعوا على المستشفى وهي بالصدفة رجعت تاني ولقيت يفطى ان المطعم مقفول واستغربت بعدها واحدة من الجيران عدت سلمت عليها وسألتها عملية باباكي امتى اوبا اتفضحنا فرحت المستشفى وعرفت كل حاجة من ابوها وعمها وعادتهم تتدرب كويس اوي وترجع لهم بمديلية زهبية تاني وقبل ما ترجع خالص رحت لجون يونج تعتذر له وتصلحه عشان عرفت انه كان بياخد باله من ابوها كل ده ووصلها لحد الجامعة الجديدة بتاعتها وكانوا اللي اتنين بيتدربوا كويس اوي لحد وقت المسابقة في الصين هي طبعا كذبت كالعادة المركز الاول وباباها دخل العمليات والعملية نجحت وعدت على خير وبكده بنته كمان اتسعادت للفريق الوطني في البلد ولما رجعت كانوا بيرحبوا بيها في المطار بس كانت بتدور على حد واحد وطلعت جاري حضنته لما شافته وبعد سنتين بطنة دخل الفريق الوطني هو كمان بس فضله مسابقة واحدة وقطنة اللي اتنين بيتخرجوا من الجامعة خلاص واحتفلوا كل واحد فيهم مع فريقه في الاول وبعدها جيه وقت تعارف العائلات على بعض وبالمناسبة الدكتور جانج خاطب الدكتورة صاحبتها دلوقتي هو وبعد ما كله تصور سوا حابق ابنا اللي اتنين تماشوا في كل مكان كانوا متعودين يكونوا فيه دايما وبيسترجعوا في الزكريات وبعدها فجأة جون يونج قال لها لو كسبت المسابقة الجاية هتتجاوزيني وطبعا مش مستني منك تقولي اه او لا هو امر واقع خلاص فهي استهبلت عليه شوية وقالت له هفكر وقعدوا يجروا ورا بعده واكيد عايشوا في تابات ونبات بعدها وتوتا توتا خلصت الحدوت اتمنى ملخصنا النهاردة يكون عجبكم واشوفكم في الملخصات اللي جاية والسلام